معمل الزجاج في مدينة الرمادي الذي توقف عن العمل بعد عام 2003 كان يحقق اكتفاء ذاتيا للزجاج في العراق حيث تمت حالته إلى صالح اتحاد الشركات الروسية لإعادة تاهيل وتطوير سبعة مشاريع انتاجية منها السيراميك والحراريات لزيادة خطوط العمل فيه بطاقة أكبر بعد أن تعرض إلى دمار كبير بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الأرهابي رأست الأمور تجاه الشركات الروسية لكونها ممتقدمة على تأهيل وتحديث وتطوير سبعة مشاريع انتاجية هذه المشاريع السبعة أربعة معامل زجاج وثلاثة معامل سيراميك موجب العقد وموجب الطاقات التي تم الاتفاق عليها ستقوم هذه الشركات بتحديث وتطوير وزيادة مضاعف الطاقات الانتاجية لهذه الخطوط الانتاجية ويرى مراقبون في الشأن الاقتصادي بأن استثمار هذه المعامل سوف تسهم بتشغيل أعداد كبيرة من الأيد العاملة فضلا عن تغطية الأسواق المحلية بالمنتوج الوطني إضافة إلى المردودات الاقتصادية للأنبار حقيقة تشغيل معامل زجاج في محافظة الأنبار خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح حيث سوفر هذا المعمل فرص كبير لعيادة العاملة وتشغيل العاطلين على العمل وفتح إنتاج قوي في محافظة الأنبار منها يغطي الناتج المحلي للمحافظة أو الموازنة العامة ولذلك رفع قدرة الاياد العاملة والقضاء على البطالة ورفع رواتب بعض الموظفين الذين يعبلون في هذا المصنع المتوقف منذ عام 2003 ولحد الآن أعداد كبيرة من المعامل في المحافظة تعرضت إلى دمار وتخريب وسرقة بسبب آفة الحرب والتي تحتاج دعما حكوميا لعادتها إلى الخدمة من جديد من الرمادي أحمد الحمداني قناة التغيير